السلام عليكم صباح الخير عليكم لزمي لفامي مرحبا بكم فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير هاد النهار هادي نقدم لكم طريقة ديال الجاج محمر نزولا عن عن طلب صديقتي وحبيبتي تونسية اللي كيعجبها الجاج محمر المغربي هاد النهار هادي نقدم لكم الطريقة الفاسية اللي تعال انت عند اه لماما والان خليكم عن مقادر عندي جاجة ديال كيلو اللي غسلتها ومزيان بالملحة والليمون وبيتها في الملحة والليمون خليتها ليلة كاملة هو ما الاحزن كل ما بقى في الملحة والليمون كل ما تيجي بنين وكذل منو ذاك الريحة ديال الجاج ودابا عندي والبصلة ربعة ديال البصلات نومال مون دي ربعة البصلات موية انا ما عنديش البصلة دونك كتافيث بهذا القدر اللي عندي هو كل ما دلنا البصلة كل ما كتجي دغميرها زوينة وكتجي بزاف ما الاحسن ديرو بصلة بزايد وعندي الكبدة ديال الجاج وعندي سكين جبير طري هدا سكين جبير طري كي يجيبني كي يعطي واحد البنة خاصة للجاج وعندي معلقة ديال اللي بزار وعندي ربعة درسة ديال التومة محكوكين وعندي الكوركوم او كوركومة انا كنستعمل كوركومة طريا بحاج شكل ديال سكين جبير تنحكا وعندي جوج معلقات ديال زيت البلدية ولا زيت الزيتون عندي شوية ديال ديال القصبور مفروم او مقطع صغير عندي داما ديال السمن انا نستعمل داما ديالبنة ديالسمن لحقش ما عندي سمن ولكن من الاحسن تستعملو سمن البلدي مكنش محسن منه وكنستعمل كذلك الليمون مصير انا ما عنديش دكش علاش راها مكاينش ولكن را دارو ركي عدو واحد البنة زويين الدجاج محمر انا يالله هكمل لي دكش علاش ما هديش نديرو وإلا كان متوفر فمل أحسن لأنه كيفما قد لكم يعطي واحد البنة زوينة للجاج محمر مر هادي ناخد البول ديالي وهادي ندير فيه ذاك العطرية كاملة ندير معهم شوية ديال الماء وهادي نخلط هذي العطرية كاملة مع بعضياتها نخلطها وهادي نزيد عليهم هذي قدامة ديال البنة هادي ندير أنا غير النص ديالا ما هندير هاش كاملة ومن بعد هادي ندهن هاديك الدجاجة كاملة هادي ندير تحتج الضد ذاك العطرية نفنت الدجاجة مزيان ودبان بعد ما فنتها مزيان هادي نكتفها هادي نكتفها ديال جاجة هادي ناخد واحد لفيل أليمانتر وهادي هادي نكتفها هليش أنا كنكتف ديال جاجة باش منين طيب ما تحلش وفي نفس الوقت في التقديم تيجي شكل ديال هان زيان هاتك شعرش كنكتفها وحنا هادي هي الطريقة اللي كنتكدير ماما وديمة نشوف لما ماما كنتكدير في حال هاكا هادي هي الطريقة اللي كنديروها دايما ودبعا نخد الطنجرة ديالي هادي ندير هاديك زيت الزيتون كيف ما اقول لكم الجوج معي القات انا ما كانت سعملش مواد دونية بزف كندير زيت انا هي شوية الجوج معي القات فقط وهادي ندير البصلة ديالي المهم ندير البصلة كاملة وهادي ندير نضيف ذاك الكبئضة ديال الدجاج وهادي ندير القصبور ذاك شوية القصبور اللي قطعتو رقيق وهنا ناخد الدجاجة ديالي وهادي نحطها على صدر ديالها لان الصدر هو اللي كي اخد الوقت باش كي يطيب هادي ندير داك العطرية اللي بقيتلي هادي نديرها وهادي نخليها تقلة ما هاديش ندير الماء هادي نخليها تقلة هاي في ذاك البصلة البصلة راها كتلق ذاك الماء ديالها وهادي نزيت شوية ديال انا درت غير شوية لانا اصلا دجاجة راها بايت في الملحة والليمون باش مايجينش مالح درت غير شوية ديال الملحة وهادي نخليها هاك كيف ما قلت لكم البصلة بدات كتلق ذاك الماء ديالها ما درتش أنا الماء ما درتش الماء هاي البصلة كتلق ذاك الماء ديالها نخلي واكت تقلة مزيان في ذاك الماء ديال البصلة ومعها البصلة ومن بعد إلا كانت البصلة تطلق الماء بزاف ما نضيفوش الماء سينو عادي نديرو هي كويس ديال الماء هي من الجند ومن بعد ما تطيب هالزيت دجاجة ديالي ونخلي ونخلي هاديك المرقى تتنشف من الماء ونبقى ندق دق ذاك الكبدة باش كتولي كتولي الاسوس خاطرة تم بقى نخلط في حال هاكا حتى تتنشف حتى تتنشف لي من الماء وما كيبقاش فيها الماء نهائيا وناخد الجاجة ديالي الجاجة ديالي اخديك شوية ديال ذاك ليديه من الطنجرة ودرت معه زعفران شعة يلا ما عندكم ش ديرو زعفران انا ما عنديش زعفران درت زعفران شعة وشوية ديال السمن ولا الزبدة وتادهنوا الجاجة ديالكم كندهند جاجة دهنها مزيان قبل لا ندخلها لفر infinitely كندهنها بدك دك الزبدة ولا السمن. وفيها شوية ديال ذاك الزعفران باش اعطي ذاك اللون ديالها اللي كيعطي ذاك اللون زوين. مدهنها مزيان مدهن جناب ومدهنها كاملة مزيان قبل لا ندخل على الفران. بعد مدهن سادي نديرها في الفران. ونصمر في التحريك وفي التحريك بعد كل ملعقة الخشبية. حتى تنشف داك العصص من الماء وكتبقى لي غير البصلة ودك الكبيضة. انتم كيف مما كتشوفو. نشفت. وهنا هي كل فيديو ديالي يوصل نهاية دياله. نتمنى يعجبكم. وما تنسوني جب لي لايك وابوني وكمنتر. ونخلكم من بعد هذي نوريكم طريقة ديال التقديم. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة